السلام عليكم ورحبا بمتسبعي قناة الاحمدي اذا بعد ما شنا في الحلقة اللي قبل هدي تلخيص ديال الفصل الاول للعنوان دياله التطور التدريجي في الشعر الحديث اللي بدورك ينقسم الى قسمين القسم الاول بعنوان نحو مضمون ذاتي والقسم الثاني بعنوان نحو شكل جديد اليوم ان شاء الله من خلال الحلقة غادي نشوفو تلخيص ديال الفصل الثاني من مؤلف ظاهرة الشعر الحديث لأحمد المعداوي المجاطي اذا فالفصل الثاني بعنوان تجربة الغربة والضياعة اذا ان شاء الله تبعوا معي هالتلخيص من الول حتى الاخر وان شاء الله غادي تفهمو كل يعني هاد المراحل المتعلقة وكل يعني المعطيات اللي جات في الفصل الثاني اذا يشير الناقد في البداية الى وقع نكبة 1948 اي نكبة فلسطين ليوقعات سنة 1948 هاد نكبة فلسطين غادي تبقوا تسمعوها بزاف لان هي المفصل الحاسم انصحة تعبير بين الشعر القديم والشعر الحديث على الامة العربية الاسلامية فقد كان بالقوة بحيث دعاها الى اعادة النظر في كل ما يحيط بها كما قلت لكم المفصل الحاسم هي نكبة فلسطين وفي خضم اجواء المواجهة والشك لم يبقى للوجود العربي التقليدي هيمنته اذا انهارت الوجود التقليدي العربي اي نقصد تحديدا احياء النموذج وعاد الشاعر يتمتع بقدر كبير من الحرية فانفتح اذا الحرية كيفاش كانت عندنا في الفصل الاول كانت الشاعر مقيد ما كانش عنده الحرية ولكن في الفصل الثاني الشاعر ستولي عنده الحرية فانفتح على الافكار والفلسفات والاتجاهات النقدية الغربية والثقافات العالمية الى جانب تعامله مع طراثه العربي الاسلامي وفق نظرة جديدة وهكذا مزج في فكره ووجدانه بين روح الثقافة العربية وبين الثقافات الاخرى ونظر الشاعر الحديث الى الاشكال والوسائل التعبيري القديمة اي اتجاه نموذج يعني شكل القصيدة التي تنتهي بقافية موحدة وروي موحد وذات نظام شطرين المتناظرين فوجدها غير مناسبة لتجربته اي التجربة الجديدة ما بعد نكبة فلسطين ومن هنا بدأ البحث عن اشكال جديدة لائم المضامين الجديدة الى ان استقر له شكل جديد يقوم على اساس موسيقى هو شعر التفعيلة الواحدة ويرى اي نقصده بشعر التفعيلة اي تكسيل بنية وتجديد الرؤية تحديدا ويرى الدارس اي احمد المعداوي المجراطي ان هذا الشكل بدأ يكتمل واسه اخذت تستقر خاصة عند بعض الشهراء المحدثين ذكر منهم السياب والبيات وصلاح عبدالصابور وخليل حاوي اثر ذلك انتقل المعداوي الى دراسة المضامين الشعرية الحديثة التي قسمها الى تجربتين اثنتين تجربة الغربة والضياع وتجربة الموت والحياة تجربة الغربة والضياع هو عنوان الفصل الثاني وتجربة الموت والحياة هو عنوان الفصل الثالث تجربة الضياع والغربة الغربة والضياع والتمزق من المعاني المستفيدة في الشعر العربي الحديث وقد أرجعها بعض الدارسين إلى عوامل أهمها التأثر بأعمال بعض الشعراء الغربيين إذن الشعراء المحدثين بدأوا يعني يتأثرون بعدد كبير من الشعراء الغربيين التأثر بأعمال بعض الروائيين والمسرحيين الوجوديين وبعض الناقدين ثم عامل المعرفة وأيضا وإذا كان الناقد لا ينكر هذه العوامل إلا أنه يعتبر أن النكبة أي نكبة فلسطين سنة 1948 كانت أهم عامل في اتجاه بالتجربة الشعرية الحديثة نحو أفاق الضياع والغربة من هذا المنطلق راح يدرس تجربة الغربة من خلال محاور أربعة هي الغربة في الكون والغربة في المدينة والغربة في الحب والغربة في الكون الإخوان أهم حاجة لخصكم تركزوا عليها فالفصل الثاني هما هذا ربعا ديال المحاور أولا هذا ربعا ديال الغرب إذن نبدأ بالغربة في الكون إذن أحس الشاعر بوحدته وتفرده في الكون أولا وحيد كيحسب رسو بأنه وحيد داخل هذا الكون فرسم لهذا الكون صورة مثقلة بالظلمة والمرارة والإحساس بالعبث صورة تتبعها الدارس من خلال بعض المقاطع الشعرية والأراء النقدية إذن كيفاش ولا الشاعر كيحس يعني داخل الكون ولا كيحس يعني بالغربة ورسم لهذا الكون صورة مثقلة بالظلمة والمرارة عدنا الغربة في المدينة إذن لاحظ الناقد أن موضوع المدينة دارت حوله كثير من قصائد شعرين الحديث والسبب في ذلك في نظره يعود إلى أن الشاعر قد وجد في المدينة مجالا خصبا من أجل تحقيق هدفه ألا وهو تفسير العالم وتغييره هذا فضلا عن كون المدينة العربية قد فقدت كثيرا من مظاهر الأصالة وللتعبير عن هذا الإحساس سلك الشاعر العربي سبلا مختلفة ذكر الدارس منها ما يلي نعطيكم نموذج مثلا جايكور إلا إلا كنتوك تذكروا معايا مدينة جايكور في إذن كيف أصبحت هذه المدينة فبالتالي إن صح التعبير تطبق عليها هذه الغربة في المدينة إذن تصوير المدينة في ثوبها المادي وحقيقتها المفرغة من كل محتوى إنساني والتي المدينة خالية يعني من المحتوى الإنساني لخاصة تكون فيه هذه المدينة ولخاصة تكون فيه في الناس فيما بينهم داخل المدينة الناس داخل هذه المدينة صامتون يذقلهم الإحساس بالزمن إذن لاحظوا معايا كيفاش صور الشاعر يعني الحاسيس دياله هو داخل هذه المدينة إذ أصبح غريبا وأصبحت حتى المدينة لا تقوم بالدورها المنطبها إذن فرسم لها صورة يعني مثقلة الغربة في الحب مثل ما فشل الشاعر في التلاؤم مع جو المدينة ومع من فيها فشل أيضا في تحقيق سكينة قلبه عن طريق علاقة الحب مفهومه الروحي أو الجسدي وهذا ما وضحه الناقد من خلال مجموعة من المقابع الشعرية إذن إلى حدود الآن قلنا الغربة في الكون والغربة في المدينة والغربة في الحب مازال عدنا غربة أخيرة وهي الغربة في الكلمة الغربة في الكلمة إذن لاحظ الناقد أن غربة الشاعر في الكلمة تأخذ أبعادا مختلفة فهو غريب حين يمتلك حرية التعبير إذن حتى حرية التعبير عنده اللي يعني غدخول له أنه يعبر من خلال قصائد الشعرية لكنه أصبح يحس بنوع من الغربة وهنا غادين كانت تذكر واحد الامتحان تعطى في الوطني مع قلش سانة تحديدا ولكن كان عقل غير العنوان وهو لنازك الملائكة العنوان دي هذا القصيدة لماذا نخشى حب الكلمات لنازك الملائكة إذن هذه القصيدة تدخل تحديدا في الغربة في الكلمة حيث أن الشاعر يعني عبرت من خلال القصيدة على أن الإنسان أصبح يخشى من التعبير إذن وحص أيضا الشاعر وغريب حين يفقد هذه الحرية وغريب بمرارة واقعه وغريب حين تعفه العبارات أي تهجره وغريب حين تنفر منه وتجفعه أي أنها تخاف منه ولا تأتيه لكي يعبر عما بداخله من أحاسيس ومشاعر إلى غير ذلك ويضيف الناقد أن الغربة في الكلمة أو في المدينة أو في الحب ليست سوى وجه واحد من عدة أوجه لغربة الشاعر العربي في واقع ما بعد النكبة إذا لاحتوا معي الإخوان أن نكبة فلسطين كان لها دور كبير سواء من انتقال الشاعر من شعر الكلاسيكي الشعر هي نموذج إلى الشعر الجديد لكن كانت لها النكبة ما كانت لها من أحاسيس لدى الشاعر وأن هذه الأوجه المتعددة للغربة تلتقي كلها في عدة محاور من ذلك محور الموت وصورة اليوبوسة والتحجر وصورة انحباس الأصوات وسيادة صمت وصورة ارتباط التجربة بالزمن على اختلاف من الهدف واستعمال الصورة الزمنية وقد أرجع الناقد هذا الالتقاء إلى وحدة التجربة في نفس الشاعر التي جعلت بعض الشعراء يمزج بين لونين من ألوان الغربة في القصيدة الواحدة بل وأحيانا بين ألوان مختلفة على نحو ما فعل عبدالوهاب البياتي في فارس النحاس وبعد أن تناول الدارس هذه القصيدة بالشرح والتحليل أشار إلى أن المزج بين الألوان المختلفة من الغربة يكشف عن التمزق النفسي والروحي للإنسان العربي وقد انتهى إلى أن هذه القصيدة فشلت في إقناعنا بصدق وعواطف الشاعر وبصدق موقفه من الحياة وأنه موقف إعجاب عابر ولم يفت الناقد أن يرد على بعض النقاد الذين اتخذوا موقف متحفظة من تجربة الغربة كلها فقد رأى في مواقفهم هذه خلطا بين ما هو أصيل من تجربة الغربة وبين ما هو غير أصيل وختم بلفت النظر إلى الدور الذي لعبته تجربة الغربة في تهيي شاعر الحديث لتجربة أخرى وهي تجربة الحياة والموت وهذا ما سنراه إن شاء الله في الفصل الثالث إذن إخوان فرغم يعني طول ديال هاد الفصل كما كتشوفوا معايا فإنه يعني يعني يعتبر هاتلخيص اللي عطتكم دبا تلخيص كافي وشافي إن شاء الله إلا ضبطوه كما عطتكم يعني في الفصل الأول فما عمركم غدي تلقاو طبعا مشكل حيت كين ربما اللي تعتكم كما قلت لكم في الفصل الأول تلخيص اللي كتكون ما كاملاش إني كتكون كتنقصها شي حاجة معينة وهذيك الحاجة اللي كتنقصها ممكن هي اللي غد تحط لكم في المتنحان وهذا شي إن شاء الله إعلاش أعطتكم هاد الملخصات هاد ودابا ملخصات يعني طويلة ولكن أنها مفيدة ويعني إلا كتفبتي وحفظتها فإن شاء الله ما غيرتلقاوش مشكلة في المتحانة دي لكم وأدرب لكم موعدا إلى الفصل الثالث إن شاء الله